زمان في الأعمال الفنية وتحديداً الأعمال السينمائية يعني القديمة في أفلام الأبيض وسود كان دايماً بيبقى فيه حل درامي كده زي ما بيقولوا لما يحبوا يعني صناع العمل يعني المؤلف والمخرج يعملوا مشكلة جوى الفيلم سواء عند البطلة أو البطل ويقولوا إنها مشكلة ملاش حل ومشكلة كبيرة ومشكلة غيرت مجرى الحياة يعني كانوا يقولوا إيه إنه هو فلان أو فلانة جالها القلب أو عندها مشكلة في القلب أو عنده مشكلة في القلب بتالي لو رجعنا كده بالذاكرة هنشوف يعني أفلام كتيرة جداً جداً كانت أيمة على هذا الموضوع ومع تطور السنين ابتدى الإحساس أو ابتدى التعامل مع كلمة مرض القلب يعني يقل أو إنه هو الخوف ما يكونش بهذا الكم الكبير زي ما كان بيتصدر لنا في الأفلام لأنه كانوا بيعتبرون إنه هو يعني حالة غمضة وغالباً ما ستؤدي إلى فقدان الحياة لقدر الله لكن بعد كده برضو مع تطور الزمن ابتدنا نكتشف إنه أمراض القلب دي مش هي بس الأزمات القلبية اللي بتحصل لما البطل أو البطلة يدائي أو يحصل له مشكلة أو يسمع خبر مش حلو ربنا يعافي الجميع طبعاً لكن كمان ده فيه زمرة من الأمراض كلها بتندرج تحت عنوان أو تحت مسمى أمراض القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال طبعاً وليس الحصر ارتفاع ضغط الدم ده بيعتبر ارتفاع ضغط الدم أو مرضى ضغط الدم المرتفع دول بيعانوا بشكل أو بآخر من أحد أشكال أمراض القلب هقول لكم بقى الحوار اللي دار بنا واللي بناء عليه فكرنا ان احنا نعمل الحلقة ابتدينا نقول الله هو ليه ابتدينا نلاحظ ان فيه نسبة كبيرة من خلينا نقول صغار السن مش عايزين نقول الشباب ولا يعني الأطفال لا صغار السن ابتدوا ان هم يعانوا مثلاً من أمراض القلب سواء في صورة مثلاً ارتفاع ضغط الدم مثلاً يا ليه يعني كان زمان الناس بتتعامل مع أمراض القلب دي على انها أمراض تصيب كبار المقام وكبار العمر يعني كبار السن يعني لكن دلوقتي لقينا ناس كتير قوي تبصت لو شباب صغارين عندهم ضغط مثلاً أو عندهم أمراض القلب مش بس كده ده احنا بدأنا كمان نلاحظ ان فيه حالات موت مفاجئ ونلاقي اياما ناس كده وخاصة طبعاً الحاجات دي بقت تنتشر أكتر أو بقينا نعرفها أكتر بعد يعني ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فنفاجأ ان فيه شخص ولد أو بنت يعني شاب أو فتاة انا مش عايزة أقول يعني ان هم صغارين قوي بس ممكن يكونوا في منتصف العمر نفاجأ ان هم توفاهم الله طبعاً كل حاجة بإيد ربنا ولكن احنا ده أمر ملفت ان احنا نتكلم عنه هل يطار فيه مثلاً ظاهرة ان امراض القلب ابتدت تصيب صغار السن بشكل أكبر من يعني من الفترات اللي فاتت طب هل فيه أسباب للموضوع ده طيب الرياضيين أو الشباب اللي بيروحوا الجيم ونلاقيهم يقولك ايه ده توفاه الله بعد ما كان في الجيم طب هل بتحصل حاجة مثلاً في الجيم ولا في ممارسة الرياضة بتكون يعني مجهدة إلى هذا الحد التي قد تؤدي مثلاً الذي قد يؤدي للوفاة عموماً يعني بشكل كده يعني كبير قلنا ان احنا طيب ما نتحاور مع أحد أساتذة أمراض القلب والقسطرة القلبية وندردش معاه في الحاجات دي كلها ندردش معاه في أنه ليه زمان الناس كانوا بيأكلوا مثلاً بشكل متهور قوي وما فيش بقى مراعاة للنظم الغذائية ولا الكوليستيرول الحاجات اللي فيها كوليستيرول ولا دون سلسية وما شبه يعني وتلاقيهم عايشين عادي طب هل كانوا يعانوا في صمت ولا هم كان صحتهم أحسن مش انتوا دايماً تسمعوا الكلمة دي يقولك الله زمان كانوا صحتهم أحسن من دلوقتي يعني دايماً الأجيال اللي بتيجي دايماً يضربوا المثل يقولوا ايه الأجيال السابقة عنهم كان صحتهم أحسن هل دا حقيقي؟ ولا كانت الأمور هي اللي مش مكتشفة أو الأمراض اللي مش مكتشفة أو وسائل التشخيص مكتش مكتشفة؟ هل فعلاً العصر اللي احنا فيه بدغوطه وحجم التحديات اللي فيه وحجم الانشغالات اللي فيه وحجم المشاكل اللي بني أدمين أو البشر بشكل عام بيتعرضوا لها أصارت فعلاً على القلب والعوية الدموية ترجمة نانسي قنقر